مفاوضات بالمغرب وجونيف لبحث الأزمة الليبية أفادت مصادر عليمة بأن مفاوضات تجري اليوم الثبت بضواحي العاصمة المغربية الرباطة تزامنا مع أخرى في مدينة جونيف السويسرية بغية جمع فرقاء ليبيا نحو التوحد والتصالح وكشفت وكالة الأندول أن مثؤولا بالمجلس الأعلى للدول الليبية فضل عدم ذكر إثمه أعلن أن اجتماعات تجري حاليا بين لجان تمثل الحكومة الليبية وبرلمان طبرق في المغرب وأماكن أخرى لم يحددها حول عدد من الملفات التي تهم الأزمة الليبية وتأتي هذه المفاوضات كتمرة للتحركات الدبلوماسية التي قادتها المملكة المغربية في الأيام الأخيرة لإقناع أطراف الأزمة الليبية بضرورة استئناف جلسات الحوار السياسية على خطس خيرات كما تأتي بعد أسبوعين من إعلان وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية وهو الشيء الذي أعتبرت ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في تلك البلد نافدة فتحت لكنها لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى ويشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري كان قد صرح أنه جاهز للقاء رئيس البرلمان الليبية المستشار عقيلة صالحة في المغرب وذلك في إطار الجهود التي تبدلها الرباطة لحل الأزمة الليبية حيث يدفع المغرب نحو اتفاق الصخيرات اتنين وقال المشري هناك جهود تبدل من طرف المغرب تحت رعاية الملك محمد الثالث من أجل الدفع بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية وضف في إطار ذلك قمنا بزيارة للمغرب في يوليوز الماضي تزامنت مع وجود عقيلة صالح فيها وقلنا نحن على استعداد للقاء مع الشرط أن يكون هذا اللقاء علنيا وبحضور الإخوة المغربة وبضمانات دولية بتهمة إهانة المغاربة إدانة زعيم اليمين المتشدد خيرت فليدرز بهولندا تم الجمعة تأييد إدانة الزعيم اليميني المتشدد الهولندي خيرت فليدرز بتهمة توجيه إهانة جماعية لمغاربة خلال تجمع في لهاي عام 2014 لكنها برأته من تهمة أخرى هي التحريد على التمييز واعتبرت محكمة استئناف هولندي أنه تم إثبات الإهانة الجماعية عندما دعا فليدرز الحشد إلى تقليل عدد المغاربة الموجودين في البلاد وإيدت حكومة استئناف هولندي الجمعة إدانة الزعيم اليميني المتشدد الهولندي خيرت فليدرز بتهمة توجيه إهانة جماعية لمغاربة لكنها برأته من تهمة أخرى هي التحريد على التمييز وقال القاضي جي أم رينكينغ أن المحكمة تعتبر أنه تم إثبات أن السيد فليدرز مدنب بتوجيه إهانة جماعية خلال تجمع في لهاي عام 2014 عندما دعا الحشد إلى تقليل عدد المغاربة الموجودين في البلاد ولم تقرر المحكمة أي عقوبة بحق فليدرز على خلفية التهمة المرتبطة بتجمع سياسي جرى عام 2014 حيث سأل فليدرز أنصره إن كانوا يرغبون بأقل أو مزيد من المغاربة في هولندا فهتف الحشد أقل أقل وتجرى متابعة القضية عن كتب قبل انتخابات العام المقبل وسبق أن اعتبر الزعيم حزب الحرية المعادل الإسلام أن القضية مجرد محاكمة سياسية ونقاش بشأن حرية تعبيره وقال القاضي إن المحكمة تعتبر أنه تم إثبات أن فليدرز مدنب بتوجيه إهانة جماعية بتاريخ التاسع عشر مارس 2014 لن تفرد المحكمة أي عقوبة أو إجراء عليه جراء ذلك وأضاف تم التبرئته من أمور أخرى وسبق لقراثنا مغاربة أن اخترقوا حساب الثياسية الهولندية ووضعوا عليه ثورة لعالم المغرب وتعرض حساب خيرت فيلدرز زعيم حزب الحرية اليمينية الهولندية المتطرف المعروف بعداء للجالية المغربية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للاختراق وبحسب صحيفة تيليغراف قام الحساب بإعادة تغريد عدد من التغريدات من حسابات أخرى تتعارض مع أراء فيلدرز وتم وضع الثورة للعالم المغربية على ثورة الحساب وأوضح مخترقوها أنهم قاموا بذلك لأنهم يعتقدون أن خيرت فيلدرز يذهب بعيدا جدا في تصريحاته خاصة حول المغرب والمسلمين مفوضية الأمم المتحدة الثامية لحقوق الإنسان وكالة الأنباء الجزائرية نشرت مقالات تشويه نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجزائر بنشر عدد من المقالات التي تشويه نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالجزائر وقالت في بيان الله أن وكالة الأنباء الجزائرية نشرت مقالا باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية يوم الثلاثاء الواحد شتنبر يدعي أن مكتب جونيف لمحكمة الأمم المتحدة للمناثعات رفض شكوى تقدم بها بعض النشطاء السياسيين الجزائريين ضد السلطات الجزائرية بعد 24 ساعة من إداعها ودراسة محتواها من طرف المندوبين الحقوقيين بالمكتب وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نسبت الخبر لتصريح صادر عن السكرتير بمكتب النزاعات بالأمم المتحدة بجونيفة عصام المحمدي لراديو مونتي كارلو الدولية وجاء في بلاغ المفوضية أن مقال وكالة الأنباء الجزائرية احتوى على صورة كبيرة لقاعة اجتماعات للأمم المتحدة في جونيفة كاملة بشعار الأمم المتحدة بهدف إدفاء المصداقي على الخبر وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة الثامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل اليوم الجمعة إن المقال غير صحيح وتابع المعلومات الواردة في المقال التي التقطت على نطاق واسع وثائل الإعلام الأخرى في الجزائر وأماكن أخرى هي تلفيق كامل من البداية إلى النهاية وأوضح أنه لا توجد هيئة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تحمل هذا الإثم ولم نتمكن من تحديد أي موظف ديثلة في الأمم المتحدة أو خبير مستقل في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدعى عيثام المحمدي وأكد أن هناك عددا من هيئات حقوق الإنسان التي تتلقى وتفحث ملفات من هذا النوع إلا أن أي منها لا يقوم بإجراء ثريع على مدار 24 ساعة وطلب كولفيل من الوكالة الجزائرية وراديو مونتي كارلو إذا كانت بالفعل المصدر الأصلي للخبر سحب هذه المعلومات الكاذبة وإعلام القراء والمستمعين أن الخبر كان ملفقا بالكامل وأكدت مفوضية الأمم المتحدة الثامية لحقوق الإنسان أن مواطنين وناشطين جزائريين تقدموا بالفعل بشكايات في الأثابيع الأخيرة وأن هيئة حقوق الإنسان المعنية ستنظر فيها في الوقت المناسب قرر المغرب ترشيح السفري في رومانيا حسن أبو أيوب لشغل منصب رئيس مجلس السلم والأمنة التابع للإتحاد الإفريقي وهو الجهاز المركزي للمنظمة الإفريقية المكلفة بقضايا السلم والأمنة في القارة الإفريقية خلفا للجزائرية إثماعيل شرقي وسبق لأبو أيوب أن عمل أيام الملك الراحل الحسن الثاني وزير لتجارة الخارجية وترشح لمنصب أمين عام منظمة التجارة الدولية بيد أن الحظ لم يحالف أنذاك وعين أبو أيوب سفير لدى السعودية قبل أن يعين وزير للفلاحة والسياحة ثم سفيرا في باريز ثم سفيرا في روما ليستقر به المطاف في بوخارست وقررت الرباط التي عادت إلى منظمة الاتحاد الإفريقي عام 2017 بعد قطيعة دامت حوالي 34 سنة بسبب قبول منظمة الوحدة الإفريقية قبل أن يتحول إثمه إلى الاتحاد الإفريقي عام 1984 عضوية الجمهورية الوهمية التي أعلنت عثابة المرتذقة في تندوف من جانب واحد عام 1976 بذعم من جزائر هواري بومديانا وليبيا معمر القدافي ولم تقتصر ترشيحات المغرب على مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمدال لكأن الرباطة قدمت أيضا ترشيحات للضفر بمجموعة من مفوضيات الاتحاد اتشملت أربع مفوضيات من بين ست مفوضيات هي مفوضية الزراع والتنمية القروية والاقتصاد الأذرق والتنمية المستدامة ورشح لها محمد الصديقي وكيل وزارة الفلاحة والصيد البحري الحالية ومفوضية التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والمعادنة التي رشحت لها نزا حياته رئيسة الهيئة المغربية لثوق الرثاميلة بينما جرى ترشيح لطيف العبيدة كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالتعليم المدرسية والكاتبة العامة الحالية لمؤسسة الأميرة ليلة سلمة للوقاية والعلاج من السرطانة وجرى ترشيح البروفيسور عبد الرحمن المعروف مدير معهد باستور المغرب لمفوضية الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية وينتظر أن يجري الإعلان على الشخصيات التي ستدفر بالمفوضيات الستة في فبراير المقبل خلال انعقاد قمة الاتحاد الإفريقية الثانوية التي تلتأي معادة في مقر الاتحاد بالعاصمة الإتيوبية أدث أبابا يذكر أن عدد المفوضيات في الاتحاد الإفريقي جرى تقليصه من 8 إلى 6 وشكل ترشيح الديبلوماسية اللامع أبو أيوب لمفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن مفاجأة في الأوساط الدبلوماسية في أدث أبابا ويشغل الجزائري إسماعيل شرقي مهاما مفوضية حتى فبراير المقبل وسبقه في المنصب مواطنه رمطال عمامرة الذي عين في أواخر عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وزيرا لخارجية الجزائر وقالت مصادر وثيقة للتلاع أن أبو أيوب سيجد عائقا يكمن في مبدأ التناوب الجغرافية ذلك أن مجموعة غرب إفريقيا سيداو قدمت مرشحا لها هو السفير نيجيريا الدائم لدى الاتحاد الإفريقي بأدث أبابا بانغولي أديوي يذكر أن نيجيريا راهنت في 2019 على الظفر بالمنصب بين أن تصويت موريتانيا في آخر لحظة لصالح المرشح الجزائري شرقي أضع عليها الفرصة